اشتركوا في القناة ويلا بينا بسرعة نبدأ الحلقة اه وما تنسوش تكتبونوا رأيكم في القصة في التعليقات يلا نسمي باسم الله ونبدأ حلقتنا كان رئيس حرس وقاعد مرعوب جدا لما شخط فيه وقال له ايه اللي بيحصل وايه الزحمة دي يظهر يا باشا ان عربيت حرس عبتك اللي بتمشي قدام العربية خبطت في عربية تانية طب انزل شوف ايه اللي بيحصل مش معقول كده وشوف البني ادم ده اللي معطل الدنيا لو كده اشتريه عربية ويغور في ستين داهية المهم ما خلص من القرف ده حاضر حاضر يا باشا نزل فهد رئيس حرس أدهم الدمنهوري صاحب اكبر شركات الدمنهور للسياحة بالشرق الاوسط وهو راجل لعمال الشهير المعروف بغروره وكبرياءه اللي الوقت عنده من دهب وكل ديها بتعدي معه ملايين وفت حوالي ربع ساعة وأدهم في العربية حينفجر من الغدب من اللي استجرى ويعطى الموكب الدمنهوري وخصوصا عنده اجتماع مهم مع المجموعة ومعروف عنه بانضباطه في مواعيده وقال للسواء لا انا بنفسي بقى حنزل واشوف ايه المحزلة دي اللي بتحصل واتفاجئ اتهم بسيدة مسكف واحد من الحرس بتوعه ولابس عبايا سودا مش مبينة ملامح جسمها وكان كل اللي باقي من وشاها حواجبها العريضة اللي ظهرت بطريقة بشعة وكان لونها ميل للسمار بالاضافة لصوتها الرجولي اللي مكانش بيمت بأي صنة للانوسة وقالت لرئيس حرسه لا والنابي ده انا مش مفوتها لك باب تستقوى علي يا باد يا بعضلات انت ودربت عربية الكبدة بتاعتي اللي بسترزق بينها كل يوم ده انت يومك مش فايت والله ما انتفلت من ايد غير لما تصلحها وتجيب لحق البضاعة اللي راحت عالارض اتفاجئ اتهم وقال لنفسه بقى كل الدوشة دي علشان عربية كبدة وراح قال لرئيس حرسه ايه المهزلة دي وايه اللي بيحصل انت يا استاذ انت مش عارف توقف حتة بيت جاية من الشارع وبتسرح كمان بعربية كبدة انت برهت زينة على صوت ادهم وراح تقالت بهضب انت بتهزقن انت يا بتاع انت لا مايكونش البدلة اللي انت ربسها دي وشوية حيال المقاتة اللي لمهم حوالي تكوني لا يا حبيبي ده انا زينة انصدم ادهم من اللي هي بتقوله وراح قال لها انت بتقوليلي انا الكلام ده امال بقول لي مين والنابي ما ننفوتها لك غير لما تقول حقي برقبتك قدامي يلعى الاسم كور ادم ايديه بغضب وقال لنفسه وكمان عاوزة توديني الاسم ام عرفتك مقامك يا بتحت الشوارع انت والتزم اتهم الهدوء وخصوصا بعد ما لقى كل الموجدين بيطلعوا مبيلاتهم وبيصوروا وقال لرئيس حرسوا بهدوء البت دي تكون عندي في مكتبي بعد الاجتماع سامع يا فهد حاضر حاضر يا باشا وراح رمى تحت رجليها رزمت فلوس وقال لها بغضب اظن ده مبلغ كافي يسد بوقك اللي عامل زي ما صرت المجاري دي واتجه ناحية عربيته وانا فهد بصيل زينة بتعاطف واشفق عليها من قضب الادهم واتحرك ادهم بالعربية ووراه الموقف بتاعه وسب زينة وهي بتدب رجليها بغيظ وقعدت برطر هو فاكر نفسه مين ان كان هو بيستقوى على حال الله بفلوسه فيه اللقوة منه واخدت الفلوس ومشيت حطت زينة عربيته الكبدة بتاعتها في المكان اللي بتقى فيه كل يوم وكان جنب شارد السمت وكانت واقفة جنبها صدقتها الوحيدة وهي نسمة نسمة دي بتبيح قضار ولما شافت زينة وهي بتجر العربية والعربية مكسرة قيت لها نهار مش فايت يا بيتي يا زينة العربية ملهم كالصنع دي لايه اني يا اختي كنت ماشي لبية ولا علي وفجأة كده جات عربية بعد الشارع سدت علي الطريق وشطت عربية دي الكبدة في رجليها واخترت البضاعة اللي حشتغل بيها النهاردة واخرت المتامة وانا بدفع عن حقي نزل جادح كده طول بعرض ورح رمالي ارشين وقال لي دول كافين عشان تصلحي بهم العربية وهو رافع مناخره في السماء ورمهم لقدام الخلق كله كأنه ياختي كده من عالم تاني غير الناس اللي ماشيين عالارض نصيبا يا بيتي لايكون من كبار البلد لا يا زينة امشي ياختي جنب الحيط احنا مش قد العالم دي ما عرفش بقى انت عرفاني عرفاني دا محامي ومش باسكت لازم ااخد حقي طب يا فالحة حتوليه لمرطبوكي واليومية حتدالها منان لا ما هو الجدع دا هيداني فلوس علشان اصلح بهم العربية لغم اني مكنتش عاوزة قبل عوض وكنت عاوزة اعمل له محضر في الاسم تصدقي دا انا معدتهمش اهم بورقتهم وطلعت الفلوس وقعدت تعدي فيها نهاري سويت دول كتير قوي يا بيت يا نسمة وانا ياختي مقبلش قرش حرام حرام ايه يا بيت مش انت بتقولي هو اللي دا هم لك وانت يعني سرقاهم وقطع كلام منصاب المعلم حسنين اكبر معلم في شارد السماء وقال سامير لي زينة بيت يا ذاني المعلم بيقولك فانستان داوتشات اللي بيطلبها مني كل يوم راحت قالت له زينة بتا لما بيتك يا واد انت واللي معلمك مفيش النهار دا اصل العربية زي ما انت شايف كده بقت خردة لما صلحها الاول دحك سامير وقال لها احسن شوف ربنا عامل فيك ايه عشان بترمي السانك امشي يا واد من هنا مش نقصاك وجير سامير بسرعة وبلع معلمه اللي قام بسرعة مغدود هو بيقول طب هي يا واد جرى لها حاجة لا يا معلمي هي فاق صليم دي زي القطط بسبع تروع انا مش عارف يا معلمي انت ملهوبة علي علي دي تفد النفس دي مبقاش حتى ريحة الانوسي ما هو يا واد اللي ما يعرفش يقول عكس يا غشيم انا بس اللي اهرني اني مش هشوفها النهار دا طب يا معلمي مدام انت دخل مزاجك كده اتجوزها اللي زي دي ملهاش في السكك القودي سكيتها دوغري على طول هيحصل بس انا مطلق واحدة من وليه يا معلمي هو انت حايف ليه امشي يا واد غور من هنا وقات الوالعة انت قاعد تتكلم معايا كنك صاحبي جير السامير بسرعة من قدامه وقال حسنين دي نفسه معزور يا غابي ما انت ما شوفتش اللي شوفته ونروح في الاشباك في يوم كانت زينة بعد ما خلصت شغلها بصت بحواليها عشان تشوف حد في الشارع ولا لا واضطمنت لما لقيتش حد في الشارع وراحت غسلت وشها بموية الجردر اللي كان جنبها ونزل الهباب اللي كان على وشها وظهرت بشرتها الميالة للصمار بس لون كده نادر مش على حد وحواجبها المرسومة بشكل اجنب ووشادت طرحتها علشان تلفها من تاني وظهر شعرها الاسود الفاحم الناعم اللي بيوصل لاخر ظهرها وكان كل ده قدام حسنين اللي شافها من ازاز العربية فكان مستني سامير في الشارع وكان الزينة طبعا متطمنة اللي محدش في الشارع فكان الزينة متعودة دايما قبل ما تنزل تحط ميكاب غامق يغمأ بشرتها وبتكبر حواجبها وبترسمها الطريقة بشعة والداري جسمها الكيرفي الاكتر من رائع تحت عبايا سودة واسعة اللي يشوفها يقول عليها سمينة ويديها عمره اكبر من عمرها كل دها علشان تداري نفسها من العيون الجشعة علشان ما يطمعش فيها احد وخصوصا ان شغلها كله كان في الشارع ووظم زباينها معلمين وسوائين بحكم انها كانت بتوقف جنب شادر السمت ولما شافها حسين وشاف جمالها اللي مدرياه اقسم بينه وبين نفسه ان محدش ميدوق من طبق المهلبية ده غيره ونركع من الفلاش باك وبالتحديد في بيت زينة اللي كانت واقفة قدام رطبوها ما هو بادري يا منييلة فان المعلوم؟ قالت زينة وهي بالطوحي ديها ما فيش ما فيش ازاي ما اشتغلتش النهاردة ايوة ما اشتغلتش يا مرطبوي عملت حادسة عملت ايه؟ والعربية يا مصيبة جرل حاجة شوف الولاي خايفة عالعربية ومش خايفة علي لا يا اخت الطماني انا ودتها تتصلح طلعت من القوضة بنت متوسطة دي الجمال بعود سنبديك وقالت لزينة بحده انت ايه اللي هببتي ده؟ ده كل صحابي عمالين يبعتولي في صورك من عالفاس ده انت بقيت ياختي اشهر من مرع العلم قالت زينة بدهشة صوري انا صوري انا عالفاس لاي وقالت سومية انطايا بنت يا شروه هي هببة ايه؟ ما انا قلت من الاول دي حتخلي سمعتنا في الطين سمعت ايه يا ماما؟ مش لو بقنا على وش الدنيا انت تعرف يا بنت انت اللي هزقتي ده مين؟ ده اتهم الضمنهوري رجل اعمار كبير قوي بيقوم البلد ويوقفها على رجل واحدة ازاي توقفي قدامه وتهزقي كده؟ وقالت زينة والنبي ياختي اتنقطنا بسكاتي ما يغور في دهية اهم حاجة صوري اللي عالفاس دي سمعت بقى اتفطين وقالت سمية اسماعي يا بتنتي انت تشوفي لك حتة تانية تباتي فيها احنا مش نقصينك يا اختي قطعتها شروه انت بتقولي ايه يا ماما؟ دي اختي ازاي تخليها يعني تباتبرة واحنا ازاي ما نقابش وجنبها في وقت شدتها ما تخفيش يا زينة انا بضهرك ما حدش هيقدر يقرب لك ونروح لمكان تاني داخل قطة مكتب في قصر الدمنهوري اللي كان في مكان راقي جدا انت بتقولي يا جدي زي ما قلتلك يا تهم يا ابني انت لازم تتجوز لحد امتى حتفضل كده من غير جواز انا عاوز اشوف احفادي قبل ما موت انت فاهم بعض الشر عنك يا جدي من بكرة تشاور على اي وحدة وتتجوزها فاهم يا جدي ده جواز مش لعبة قدامك اسبوع وتكون جبتي للبيت اللي حتتجوزها وفي شركة الدمنهوري دخل خالد وده شريك ادهم في الشركة هو صديقه الوحيد ايه يا عم جايبنا على منا وشي ليه قعد بس الاول قاديني اعادته جدي يا سيدي اه فهمت اللي استوانا اياه موز يا عم وريحنا وانا اقول لك طنش وكبر زي كل مرة وهو حينسى يعني لا يا سيدي المرة دي نسمم وعاوزني كمان اتجوز اخر الاسبوع ده ده جدك ده لعيب كبير اوي وانت نوي بقى على ايه مش عارف طيب مدام مش عارف انا نوي بقى اعاكني نعليك شوية في ايه يا خالد اخلص انت مفتحتش السوشيال النهاردة لا في ايه طب هو فهد ما بلغكش بحاجة وقال لك يعني ما تخلص هو لغز قل اقول لي يا ادهم من امتى زوك ده غير كده من الفحمة اللي مصورينك معاها ونزل كل صورك على السوشيال وهي بتهزاك يا عم انت انت بتقول ايه بقول انك بيت ريندي عم وقف جنبك كمان مارلين منرو بطل تريعي يا خالد انا مش ناقص ورفع تليفونه وكلم فهد انت فان انت انت تشوف مصدر الاخبار دي وتوقف كل حاجة يا ادهم بيست تحال ان اوقف كل اللي بيحصل ده ده اكتر من موقع نشر الخبر ده غير التويتر كمان وعموما ان اللي حضرتك عاوزوا موجود في غيلة المريوطية وعندي شروق وزينة قال السومية لزينة ام يا بيت ام خش شطاب المطبخ في المطبخ متالت الجو والقعدة يا اختي من ستتي وانا اللي هم اشتغل سبيها يا مام انا حاوم انا شطاب كيفية العيه اللي شافت النهار ده في اليوم اللي زي بعضه ده قال السومية بشماته البعو يا اختي ببعض ربنا يصطرها علينا وقالت شروق لزينة قوم انت يا زينة قوم اغيري دومك وارتاحي وانا هحضرلك العشاء ونعمل كده كوبايتين شاي ونعمر الطاصة علشان نفكر هنعمل ايه في المصيبة اللي حلت علينا دي خانت زينة شور وغيري تهدمها ولبست عباية مريحة للبيت وقعد الجنب شروع على السرير وقالت لها شروع والحد انت يا زينة حداري نفسك يا بيت مش هتلاقي حد يعبرك ويتجوزك معقول حد يصدق ان الجمال ده مداري والهباب اللي بتحطيه على وشك والعباية السودة اللي انت دايما لابساها اعمليه بس يا شروع بخافي اختي من العيون اللي مليانة طمع حوالينا وانا وحدانية وبطولي بابا الله يرحمه حملني المسئولية ووصاني ان اخد بلي منكم ما تزعليش يا زينة انا بكر حعواضك وما تزعليش من امي انت عارفة ان قلبها طيب بس هي حماية حبتين سيبك انت من كل ده حنعمليه في المصيبة اللي حلت علينا دي ده بكرة سيرت حتكون على كل لسان في الشادر ببريني يا شروع يا اختي هو انت عملت ايه يعني انت كنت في الشارع مش لوحدكم وكنت بتدفع عن نفسك المشكلة مش في الشادر مشكلة في البهل اللي انت هزقتيه وحيعمل ايه يعني نام يا اختي نامي وخلي تقلق على الله ويحلها بقى ملا ينام وفي داخل قوضة في بلة المريوطية قاعد الزينة تصرح وتقول انتو مين انتم انتو جايبيني هنا ليه انتو فاكرين الدنيا سايبة ورح قال واحد للحرس الواحد تاني كان وايف معاه البيت اللي جوه دي مش جايبها ببر انا لازم اكلم ادهم باشا ايوة يا باشا البيت اللي محبوسة جوه دي انا خايف يا باشا لا تعمل في روحة حاجة طب اقفل انت عشر دقيق واكون عندك ودخل ادهم فيلة المريوطية وقال لحرسه هي فين فوق يا باشا فوق في القوضة اللي فوق ودخل ادهم القوضة وما لقاش حد هي فين دي وراحت فاجئته هو انت هو انت اللي جايبني هنا لا هو انت فاكر كل الطر اللي يتاكل لحمه ده انت ليلتك سودة اتهدي اتهدي يا بتاع انت انت فاكرا نفسك سيت وانا ممكن ابصلك امال امال انت جايبني هنا تعمل بيا ايه اتهدي وترزعي خلينا نفكر في المصيبة اللي حلت علينا دي بقى انا اسمي يتكتب جنبي واحدة زيك وتتحط صورتي انا جنب صورتك وهل ايه ادهم باشا بيجرب نوع جديد من الستات ما هو انت اللي بتاع نسوان وعينك زيغة انا عايزة اروح اه انت جايبني هنا لايه اه انا ممكن اصوت يعني وافرج عليه امي تلاقي لها الا الله بقولك ايه يا بيه رجعني حتتي وكل واحد يروح لحاله ويا درما دخلت شر بعد ايه يا ستة بعد ما عملتيلي مصيبة مو انا مالي انا هو حد قالك يعني تدوس على بيت وتقطع واكل عايشي مفيش غير حل واحد للمصيبة اللي انت وقعتيني فيها دي علشان نقطع اي كلام انا انا حجوزك تقه تقه يا اخويا هو انت بتشتغل خطة اخراصي وتعدلي في كلامك انت لازم تتجوزي انا حجوزك حرص من بتوعي راجل كده طول بعرض ما تحلمش بيه وده لاه ليه كل ده علشان اقطع لسان اي حد يتكلم ويجيب سرتي وخصوصا ان اندخل صفقة كبيرة واهم حاجة سمعتي وانقلت مش موافقة لا حتوافقي عارفة ليه علشان دول وخرج موبايله وورها صورة اختها وهي مغمى عليها وحوالين منها كذا واحد نهاري سويد دشرو اختي ايوا يا شطرة عارفة لو موافقتيش باشارة مني حتكون اختك وانت عارفة بقى الباقي لا 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 انا موافقة يا بيه انا هعمل كل اللي حتقول عليه بس اختي لا ما تئزهاش شطرة يا حلوة الحلوة الحلوة اه قصد يا معلم اه انت بتتريع علي كمان الله يسامحك وبعد انت خرقت ربنا هو انت زعلتي لا 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 انا ما يهونش علي زعلك علشان كده هعملك فرح كل البلد تتحكى عنه وكمان هخليك تختار عريسك بنفسك وراح طلب من تليفونه رئيس حرسه ودخل صف من الحرس حوالي عشرة ها اختاري شفت يا انا حقاني ازاي اي واحد بس يكون في علمك وبقولك اهو قدام شوية خيالي المقاتة بتوعك دور انا حتجوزه شهر واحد بس لحد كده ما الدنيا تهدى واطلق وتنسى انك شفتني ولا تعرفني خالص دحك بسخرية وقال وانا موافق يا زينة هانم اي اوامر تانية وكمان تروحني بيتنا لحد ما الفرح يتعمل لا انت مش هتخرج من هنا لان الصحافة والعين عليك كل يوم هتلاقي واحد عندك طب واختي هتكون في البيت النهاردة شفتي ادهم بهم مش بيغلب خالص وعنده حل لكل حاجة لا برفع عليك وتفضل بقى من غير مطروض انا تعبانة وعاوز ارتاح وخليهم يجبوا لي اكل انا مأكلتش من الصبح بتنتي اتعدلي انا مش الخدام بتاع ابوك يا اختي انا خارجة اهو واي حاجة تعوزيها حبعاتلك الشغالة وفي شركة ادهم الدمنهور كان بيكلم واحدة اسمها سوزي ودي صديقة قديمة للعيلة ها يا سوزي زي ما اتفقنا انا تحت امرك يا بيبي ودخل خالد وهو متنرفز انت فان الوبد الالماني على وصول مش هحضر الاجتماع لوحدة وايه الخبر اللي انت منزله ده هي صحيح البت بتاعة الكبدة هتتجوز واحد من الحرس بتوعك اه يا سيدي دي باين عليها جمدة وقعت واحد من حرسك تعرف انا طول عمري بقول عليك نبيه مش كده علشان تعرف بس امتي ده انت الولاية هتروح في شربة مية طب يلا يا خفيف قدامي على الاجتماع وفي اثر الدمنهوري ها يا جدي ايه رأيك في سوزي بقى هي دي اتهم يا ابني اللي عاوز تتجوزها يا ابني ده ما تنفعكش خالص ما تقدرش تتحمل مسئولية تجواز اعمل لك ايه بس يا جدي ما انت اللي مستعجل وبعدين هي حتكنس يعني ولا حتطبخ مسئوليات ايه اللي انت بتتكلم عنها زي ما انت عاوز يا ابني مادم هي ديه اللي انت عاوزها وقطع كلامه من راني تليفون ادهم انا جاي حالا في ايه يا اتهم يا ابني في حاجة مفيش يا جدي في شغل مهم ولازم اروح الشركة حالا وفي فيلا المريوطية اندفع اتهم داخل الفيلا بسرعة جنونية هي فان الافضل انكوا تقعدوا في بيوتكم وتلبسوا طرح بسرعة اقلبوا الدنيا عليها لحد ما تلاقوها اكيد مراحتش بعيد وفجأة سمع صوت صريخ جير بسرعة على مصدر الصوت وكانت زينة مستخبية بحمام السباحة تحت المية وكانت كتما نفسها ولما لقت ادهم ودرجالة ملمومين حواليه انتهزت بفرصة وخرجت من المية وهي خرجها لقت كلب بيقرب منها وقعدت تسهق ولما شافها ادهم واقف مصدوم فهو شاف واحدة تانية خالص غير زينة ما هي المية شارت كل الميكوب اللي كانت حطاها على وشها ولقى حرية قدامه بجسمها الكيرفي اللي كان كله انوسة وشعرها الجميل وبشرتها الخمري بحواجبها المرسومة بدقة كأنه شايف لوحة فنية من الجمال الطبيعي وقال ادهم انت مين سلمت نظرك يا ادهم بيه انا زينة واتفاجئ بيها بتجري وبتقف وراء ظهره والنبي ادهم بيه حوش البتاع ده عني انا مش ههرب تاني بس بعد الكلب ده عني يا والنبي والنبي ادهم بيه شاور ادهم لواحد من حراسه علشان يبعد الكلب لقى كل الحرس وقفين وهم بلمين لزينة فصرخ بأعلى صوته ورح شد زينة من ايديها وطلع بيها فوق وقفل الاودة قلها ادهم هو ببصلها من فوق لتاحت قلت انك زينة انت كنت مدرية الجمال ده كله 읽 measuring ها اه جمال جمال ايه ادهم بيه ادفجز زينة بصرتها في المراية والالوان كلها نزلت من على وشها والهدوم لزق علي جسمها اللي كانت مبينة جماله ورح تقالت بحده لأدهم لو سمحت اطلع برة انا عاوز اغاير هدومي قرب منها وقلبه خبص وان ما طلعتش مش حرام عليك يتشويه الجمال ده كله انا حرة وبعدين انا كنت بعمل كده علشان اداري نفسي من العيون الجشعة واولهم واحد زي احترمي نفسك يا بيت انت وجهازي يلا انت ملكيش وعاد هنا بعد اللي عملتيه ومحاولة الهرب بتاعتك انت فاكرة نفسك بمحاولة الهرب دي بتحمي نفسك مني وبتحمي اخطك المصونة لو قررتي ده تاني مش حيحصل لك طيب ويلا لبسي هدو مهر دي وداري شعرك ده وبطل تلعب في وشك بالالوان ماشي يا زينة بلاش داعي لشغري البلياتشو ده معايا مهو المصيبة اني معايا تقصدي ايه ها لا مفيش هو انت حتوديني فين يا ادهم باشا مش شغلك اجهزي يلا وتحت عند الحرس قال واحد من الحرس اللي فاهمي وفاهمي ده اللي حيتجاوز زينة انت يا فاهمي حظك من السماء شفت البيت خطبتك امر ازاي احترم نفسك وما تتكلمش عنها كده بدت شطر علي انا ما هي فوق مع البيت قام فاهمي بسرعة وراح عندهم وحبت على الباب وقال ايه يا فاهمي في حاجة يا ادهم باشا زي ما حضرتك عارف ان اللي جوه دي مع حضرتك دي تبقى خطبتي وانا مرضاش انها تكون موجودة معاك دي انا هتجوزها ودي هتبقى امراضي وانا بصراحة مش نوت الله بعد كده انت بتقول ايه يا بني ادم انت انت ازاي تتجرى وتكلمني كده اعذرني يا باشا دي هتبقى امراضي انت مش عارف ان الموضوع ده كله لعبة وحتمته في شهر واحد لا يا باشا ما انا بصراحة عجبتني البيت وعاوز فعلا اتجوزها طب امشي غور من وشي وطلعت زينة من القوضة وقالت انا جاهزة يا بيه بصلها ادم وهو متعصق جدا من اللي واقف قدامه هو عمال يبص على زينة باعجاب وطلب من رئيس حرسه ان يخلي فهمي في حرس الشركة وما يقربش من اصل الضمنهور لحد ما الفرح يتم وفي اصل الضمنهور يعرف ادهم جده على زينة وقال له نيعة تفضل عندهم لحد ما تتجاوز من واحد من حرسه اخر الاسبوع وفي الاسبوع ده قرب الزينة من الجد وكانت بيهتم بكل طلباته ومواعيد الدوة بتاعه وكان نفسه ان تكون مراد حفيده بنفس اخلاقه وطيب الزينة وفي يوم كان الزينة قاعدة وعملت لغبة في وشها بالميكوب ودخلت عليها الخدامة وقالت لها ان ادهم بيه والبيه الكبير مستنيينها على غدا قالت لها انها مش جعانة ولما شافتها الخدامة تخضت ايه ده اللي انت عاملها في نفسك؟ ملكش دعوة انت انزلوا اقول لهم ان انا مش جعانة ومش عايز ااكل نزلت الخدامة وبلغتهم انها مش هتاكل وهي مترددة فراح قالها ادهم مالك يا زينب في ايه؟ اه اصلي اصلي يا بيه؟ واه فادهم روه مزعور ولاحظ كده لهفته على زينة في ايه اخلاصي هي جرانة حاجة؟ نا بس يعني ما عربش يعني يعني ايه؟ وسعي كده من وشي؟ وزاحل خدامة من طريقه وطلع لزينة ولقاها قاعدة وعملت لغبة فوشها واول فكرة جات على باله ان هي بتحاول الهرب انت ايه اللي عامله في نفسك ده؟ مش قولنا مبطل يا عبطة اللي انت بتعميه في نفسك؟ ولا انت ناوية تهرابي؟ ناوية على ايه المراضي؟ ايه انا حرة؟ انا؟ لا ما انتش حرة انت ناوية على ايه خلاصي؟ اه انا كنت عاوزة يعني؟ ازور شروع اصلها وحشتني خالص لاحظت ردودها وقال لها انطقي كنت ناوية على ايه؟ اه بصراحة انا مش عايزة تجوز اللي اسمه فهمي ده ومش بطيقه وبعدين ده واخت الموضوع جد اتعصب ادهم جدا وقال لها يعني ايه بيتعرض لك؟ عملك حاجة انطقي وازاي يتقرق ويدخل الصرايا وانا مش موجود وانت ملك يعني؟ هو انت كنت من بقيت اهلي؟ وبعدين يعني مس عبتك اللي جايبه وقلت له ان خطبته وبعدين هو عنده حق واحد وعاوز يعود مع خطبته ويتعرف عليها قبل الفرح ده لو كان بيعمل كده تبقى ليه التسودة؟ واتصل برئيس حرسه اسمعني كويس فهمي ده انا عاوز حالا في المغزن الغربي وانا جايلك حالا وبعد ما نهى المكالمة بص ليها ومن غير مقدمات رح شالها ودخلها الحمان وكان بعدها ازازة شوار كاملة وقال لها بحدة ارجع الاقيكي شايلة الهباب الده اللي على وشك وحسابك معايا لما ارجع علشان بتسمحن نفسك تعود مع الزفت ده وراحت قالت له بتحدي وانا بقى مش هعمل اللي بتقول عليه وراحت خرجت من الحمام وكانت لسه هتخرج فكانت حدز احلى اهوعت ما بين احضانه وعبرت لحظات الصمت ما بينهم ولغة العيون عن مشاعر كل واحد فيهم ناحية التاني وفق ادهم على صوت موبايله ورئيس حرصه بيبلغوا بان كل حاجة جاهزة زي ما طلب وهي قاعدت تدور حواليها زي المجنونة وبتقول له بعصبية نهرك سود ومطين انت عملت اه اه انت اه انت بتستملي وجودي ببيتك وتعمل وراحت لمست شفايفها دحك عليها وعلى سازاجتها وقال لها علشان تعرفي اللي بيتحداني عقابه ايه وكل ما تقل لأدبك عقابك حيكون كده واستعدي علشان بكرة عندك يوم طويل يا عروصة دبت الارض بريكليا وهي بتقول انا قلت مش هتجوزه يعني مش هتجوزه خرج وسبها وهي متعصبة جدا وفي المغزن خنع ادهم الجاكت بتاعه وده لرئيس الحرس وقال له هو فين جوه يا باشا ما حدش يدخل سامع حضر يا باشا وبعد مدة خرج ادهم هو بينزل كمه اميصه وديه المستشفى وعلقه مفهوم حضر يا باشا وثاني يوم كانت شروقه نسمى مع زينة في افخن بيوتا سنتر وكانوا بيجهزوها علشان الفرح وفوهما في طرقهم بالفندو اللي فيه القاعة قال الشروق لزينة ارضي بقى يا زينة وده نصيبك وبعدين فهم ده والله يباين عليه طيب وحيحطك في عينه تعرفي يا زينة ان النهاردة فرحة اتهم باشا هو كمان على واحدة كده اظن كده اسمها سوزي زينة هو انت مش بترد ليه وهنا تفاجه الزينة بادهم هو وايف قدام الفندق ومسك ديها وقال لها زي الامر متشكرا وبعدين هو فهم فهم مش باين قال لها اكتم هو بيحاول دار غضبه مات كبيس سرط البني ادم ده على لساني ومتحاكي وفردي وشك ده انت داخل القاعة ادخل ايه طب واق يعني هو في عروسة متخش فرحة من غير عريسها مش عاوز اسمع صوتك انا حوصلك لعريسك يا عروسة وقفه جده هو بيتحك وراح قال لي جده اقدملك يا جدي زينة عروستي انصدمت زينة ها عروستك اه عروستي وحببت زينة تقبلت تجاوزيني قعدت تبص عليه باستغراب ومن غير ولا كلمة ادرمت في حضنه وكأن ده رد كافي بموافقة زينة انها تكون شريكة حياة اتهمت ده منهوري المغرور الوسيم اللي واع في غرام بيعت الكبده والحد دينا تخلص قصتنا اتمامنا تكون عجبتكم والقصة الجاية ان شاء الله بعنوان الجميلة والمعاق القصة صادية وحتنزل على جزئين هي من تأليف وعايزة بقى اعرف رأيكم في تجربتي في الكتابة وحستنى تعليقاتكم سواء كانت بالسلبة او بالإجابة اشوفكم على خير يا رب اشتركوا في القناة